ليش زوجي لا يغار علي فأنا جميلة وأحب زوجي يغار علي هو يعني شوفي الغيرة التعبير عن الغيرة أنواع فأنا ما أعرف يعني ربما هو يغار عليك بس مو بالطريقة اللي أنت تبينها ربما واحد اثنين أحيانا ترى تصل العلاقة الثقة بين الزوجين أنه يكونه مطمئن تماما مية بالمية ويعرفتش مية بالمية ويعرف هلتش ويعرف بوتش ويعرف أمتش ويعرف تربيتش ففي هذه الحالة يعني يكونه مرتاح منتش يعني فما في داعي للغيرة أصلا ما في داعي للغيرة لكن إذا أنت تبين تتكلمين عن الغيرة كمؤشر حب في مؤشرات كثيرة للحب ليس الغيرة هي وحدها الغيرة قد تكون مؤشر من مؤشرات الحب نعم لكن ليست هي الوحيدة وبالتالي أنت خليك مطمئنة هذا واحد اثنين أحيانا أحيانا عدم تحرك الغيرة يكون ردة فعل من الزوج عاد شوفي أنت شون الموضوع ويعتمد إذا علاقتكم الآن علاقة صحية ولا مرضية لأن هذه تفاصيل أنا ما ودي أتكلم فيها الآن لأنه أنت سألتيني سؤال صغير فأنا ما أقدر أدخل بتفاصيل كثيرة صراحة فيه لكن المهم أنا حين قاعد أفترض قاعد أفترض أن علاقتكم صحية وقاعد أفترض أن زوجت قاعد يعبر عن حبه بوسائل أخرى وقاعد أفترض أن زوجت يثق فيك ثقة عمية هذه الافتراضات اللي أنا قلتها الثلاث معناتها أن الغيرة ما لهداعي وأن العلاقة بينكم علاقة جيدة هاي اللي أنا أشوفها اليوم تغيرين معلوماتك أغير كلامي وأغير رأيي السؤال قبل الأخير رجل يكلم أكثر من بنت وكل واحدة يقول لها أنا أحبك ما تفسير لذلك طيب شوفوا الرجال اللي يشتغلون بهذه الطريقة يكلم كل يوم بنت أو أكثر من بنت ويقول لها أنا أحبك طبعا هو الرجل لما يقول أنا أحبك مو معنات أنه يحبك يعني هو مو بالضرورة أنه يقع يقولها مقتنع فيها أو يقولها عقيدة بينما البنت لما تسمعها ربما تسمعها مقتنع فيها لأنه الكلمة الحلوة يتأثر في البنت أكثر بشكل عام وخاصة إذا كانت البنت فاقدة هذا كلام هنا يكون الكلام مؤثر جدا السؤال لوش الرجل هذا عنده أكثر من بنت ويكلم أكثر من بنت ويقول لهم أنا أحبك أنا أقول لكم ياها خذوها مني كاش نقدا يعني لو الرجل هذا عنده ستة سبع بنات وكل وحد يقول أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أقول لكم جذاب جذاب يعني مستحيل الرجل يحب له ستة سبعة بنفس الوقت بس هو قاعد يقول لها أنا أحبك حتى يغريها بالكلام وحتى يعلقها فيه وهذا تكنيك يستخدمون بعض الرجال أنه يتعرف على بنت ولا إمرأة يكلمها كلمتين حلوين فيعلقها فلما تتعلق يصير هو عاد يعني يطلب طلبات اللي يبيها أنا عندي قضية وحدة يعني امرأة متزوجة ومحافظة هي وصار لها متزوجة فترة طويلة فتقول لي أنا عمري ما لتفتحك رجل بس عندنا رجل تقول معي في العمل كل يوم يومين يسمعها كلمة حلوة تقول وانا صابرة 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 تقول أكثر من سبع سنوات وأنا أسمع كلمة حلوة وصابرة تقول ذاك اليوم أنا معصبة على زوجي ورايح الشغل قام هذا صاحبنا اللي في العمل معاها قال لها كلمة حلوة تقول أنا ضعفت كان أبادل الكلام تقول لي أول مرة من سبع سنوات يصير بيني وبينها حوار الحوار تطور إلى هاتف نقال جوال شوي شوي صارت مكالمات وتقول أنا ماسكة نفسي تقول أنا متزوجة فأنا ماسكة نفسي ما بي أتعلق فيه وظل بيني وبينها حوار مدة سنة ونص تقول بعد السنة ونص تعلقت فيه هو عرف أني أنا تعلقت يقول تقول هي بدأ يطلب منها طلبات ما هي يعني ما هي جيدة بالحرام تقول لي أبدا لا هذا لا يكون تقول شأن يقول لها طيب عيل طلبي الطلاق وتزوجت المهم بدأ تفكر بالطلاق حينها ما عندها مشكلة مع زوجها بس هي تعلقت بهذا تقول قام قمت أختلق مشاكل مع زوجي قام زوجي يهددني بالطلاق قمت أقول أطلق تقول زوجها طلقها طلقة أولى تقول قمت رحت أبشر هذاك اللي معلقني ما لقاني ويه اتصلت فيه ما جاوبني رديت اتصل جاي يسكر الجوال غير رقم تلفونها وياخد إجازة من العمل تتشر تقول وأنا قمت أحترق من الداخل أنا متعلقة فيه الحين وطبعا ياتني في الاستشارة بهاللحظة أن صار لها سبوعين أو ثلاث سابع مطلقة طلقة أولى والقصة كذا 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 قلت لها سمعي هذه ألاعيب الرجال أنا فاهمها وأنا عرف هذا بوصلت وين هذا قاعد يلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لعن الله من خبب امرأة في زوجها هذه يسمونها تخبيب ما معنى التخبيب يعني أنا أتحرش في امرأة وشوي شوي 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 لما خليها تقتنع فيني بعدين نعرض عليها الزواج وهي متزوجها بعدين أقنعها بالطلاق عشان تطلق بعدين أتزوجها هذه يسمونها تخبيب هذا ملعون يعني مطرود من رحمة الله المهم كنت سمعين نصيحتي ردي حق زوجك خلي رجعك أنت ما زلت بالعدة وحتى لو تغيرين وظيفتك أفضل وطلعي من الجو هذا كله هذا كله ألعاب وهذا شغل ضئاب أنا فهمه المهم الحمد لله سمعت النصيحة ومشت طبعا ياتني بعد ثلاثة أربعة أشهر تقولي مشكلة قلبي متعلق القصة طويلة المهم بس أنا حبيت يعني أعطيكم الشاهد منها اللي هو موضوع أحبك 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 معناته مو معناته أنه هذا إنسان صادق لا أبدا يعني هذا تكنيك يستخدمونها بعض الرجال حتى يتصيدون البنات أو يتصيدون النساء تشذي نكون إحنا باقي آخر سؤال هل عندما يخون الرجل يعني في مشكلة في زوجته الجواب باختصار لا وعلى فكرة هذا السؤال يتكرر معي يوميا يوميا النساء يسألون هل لو يخون الرجل معناته المشكلة فيني وأنا دائما أقول الجواب لا الجواب لا أنا زوجي لا يمكن أن يعترف بأخطائه وعقله مغلق تجاه هذا الموضوع طبعا انتبهوا لهني الرجال أنواع وهذه القضية ما لها علاقة بالجنس ما لها علاقة بالرجل أو المرأة يعني عدم الاعتراف بالغلط ممكن نلقاه عند النساء وممكن نلقاه عند الرجال انتبهوا فالقضية لا تركبونها على رجل ومرأة أنا مثل هذا السؤال كان يطرح علي أحيانا من بعض الزوجات أو من بعض الرجال يشتكي من زوجته يقول لي ما تقتنع أبدا والله لو أقعد ناقشة ليل نهار لو أجيب لها الأدلة من أي مكان ما تقتنع فإذا القضية ليست قضية جنس يعني ذكر أنثى لكن واضح أنه هذا الرجل من النوع لي ما يعترف بغلطة عاد شوفي يعني مثلا أنا مرت عليه حالات أحيانا أن يكون الطفل وحيد عند أمه وأبوه ودائما لما يتعاملهم مع الأم والأب وهو الطفل الوحيد ما يبوني كدرون خاطرة فدائما أنت الصح أنت الصح أنت الصح كبر هذا الطفل وصار كبير وتزوج فلما يرتكب أي غلط زوجته تقول له هذا غلط يقول له فهو ماشي على عقلية أنه أنا الصح قد يكون هذا سبب الساب الثاني قد يكون الرجل عند غرور أو تكبر يعني مثل فرعون لا أريكم إلا ما أرى يعني النظارة اللي هو لابسها بس هي تشوف الحق وغيره الحق ما ينشاف ولذلك فرعون لم يتراجع حتى في لما موسى عليه السلام ألقى العصى وأخذت الثعابين كلها طيب هذه حجة قوية ومع هذا فرعون لم يتراجع على الرقم من موجود الحجة ولذلك يعني أحيانا بعض الناس حتى لو يعني نيبلهم أقوى الأدلة ما يتراجعون لأن يرون هم يرون أن التراجع أو الوقوف أمام الحق هذا استصغار لشخصيتهم فتشوفون يعند وشوفون يتمسك في الرأي حتى لو كان غلط وحتى له عارف غلط أنا مرت علي قصة واحدة من الزوجات تقول لي كانت راكبة مع زوجها في السيارة فتقول له ترى الطريج غلط قالها لا 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 صح المهم سكتت ومش الريال ربع ساعة نصف ساعة وهي تقول له ترى الطريج غلط قالها لا 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 صح تقول والله كان نطلع الجوجل ماب وافتح للجوجل كان نقول لأشوف حتى جوجل يقول الطريج احنا ماشي هنا غلط كان يقول لها الجوجل ما يفهم ففي ناس يعني توصل لهم الدرجة من الغرور ومن الاعتزاز بالنفس أنه ما يتراجع أبدا ترجمة نانسي قنقر